أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا مدرسة على الهواء اليوم سوف تتحدث عن الهواء الهواء 15 يتحدث عن الهواء نعلم أن الهواء هو مكان الهواء هو مكان إنه مكان الذي نعيش هناك الكوكب مختلفة في حاجات كثيرة حوالينا في هذه الهواء سوف نتعلم الكلمات كثيرة جديدة نبدأ مع بعض بالفوكابلاري عندنا أتموسفير أتموسفير الي هو طبعا الغلاف الجوي جلوبل وارمينج جلوبل وارمينج جلوبل وارمينج Ich a phenomena thank you which happens when the earth أو the temperature of the earth increases يعني بنسمي له احتباس الحراري اللي هو لما درجة حرارة الأرض بتزيد عن المعتاد عندنا جازس جازس ايضا هكذا الغازات اللي هو ثاني اكسيد الكربون ممكن نتنفس هواق غير نظيف ممكن ما يتكون في غير نظيفة فدي اسمها وعلى فكرة بالمناسبة عايزين برضو نعلم الطلبة حاجة مهمة اللي هي الderivatives احنا عندنا اللي هو معناه يلوث وعندنا اللي هي adjective زي ما اقول مثلا اللي هو بوصف حاجة ان هي ملوثة اللي هو اللي هو التلوث ويريد دايما نتعلم المشتقات دي بتبقى جميلة ان انا بعرف الرب والادجكتيف والناون والادفرب وان سوال يبقى بوليوت الرب بوليوت الادجكتيف بوليوشن الناون نكمل مع بعض الفوكابلوري عندنا architect 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 is one of the اللي هو احد المناطق الكتبية الموجودة في العالم architect اللي هو الكتب الجنوبي intercateca اللي هو الكتب الشمال which is very cold rain forest rain forest اللي هي بنوه على الغابات الاستوائية temperature 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 when the temperature increases we feel very hot يما لدرجة الحرارة بالزيد بنشر بالحرارة الشديدة عندنا desertification احنا عفلين كلمة desert يعني الصحرة desertification يعني يبقى when the desert comes more than the green areas يعني لما الصحرة تبقى اكتر من المساحات الخضراء بنقول عليها ظاهرة desertification اللي هي التصحر desertification happens when the land becomes more or when the land changes into desert يما الارض بتتغير الى اراضي صحراوية وتسحف الحاجات دي على الاراضي الزراعية بنقول عليها desertification ويها طبعا ظاهرة سيئة جدا because it can't give us enough areas of green land which is important to grow food لما يبقى يكونش عندي اراضي زراعية كويسة يبقى مش ينقدر نزرع الطعام after that floods 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 happens when the rain for example falls and when the ice melts and the water of the seas increases يعني لما المية بتاع البحار او نهار بتزيد بيحصل بنقول عليك فيضان طبعا واضح عندنا من الصورة ايه هي النتائج اللي ممكن تحدث بسبب الفلود crops crops things that we eat things that we grow الحاجات اللي بنزرعها اللي هي المحاصيل seeds when you wanted to plant something you have to use seeds اللي هي البزور condensation condensation وبالمناسبة دي عايزين نعرف للطلاب كده الفرق بين ظاهرتين او حقيقتين علميتين في حاجة عندنا اسمها evaporation 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 ايه هي بقى ال evaporation دي اللي هي turning water into water vapor اللي هي ايه ان انا غير المية الى بخار اللي بنسميها التبخر يبقى دا التعريف بتاع evaporation يبقى evaporation happens when you turn water into water vapor for example when you boil water boil ناخد بنا من كلمة boil اللي هي فربي بمعنى يغلي when you boil water it turns into a water vapor اللي هو بخار المية او بنقول ممكنه على استيم اللي هو بخار دي اللي هي ايه evaporation evaporation happens when you turn water into steam or water vapor طب الظاهرة التانية اللي كانت عندنا اللي اسمها ايه condensation 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 بقى اللي هي the opposite اللي هي العكس اللي هي معناها turning water vapor turning water vapor into water اللي هي ارجع البخار تاني المية او احول بخار الماء الى ماء طب ازاي بقى ممكن احول البخار الى ماء when it faces cold surface يعني لما المية او بخار المية يصطدم بسطح بارد يبقى بيتحول لماية تاني ولما المية او زي مثلا when the sun shines لما المية evaporation بقى بيحدث ازاي when the sun shines over the water of lakes seas and rivers it evaporates and rises high into the sky تصعد للسماء دي بنقول عليها ايه بقى evaporation لكن condensation العكس اللي هي احيانا بتسبب مسلا سقوط المطر ان لما الهواء بيصعد للسماء ويبخر بعد كده ممكن يتعرض لبرودة فيحصل له condensation تكسف ويتحول الى water او ممكن يبقى ice بقى اللي هو في مناطق بردة يبقى دي كلمة condensation عن جده بعد كده environment environment is the place where we live and work يعني ما عمل لها definition كده تعريف اقول environment is the place where we live and work اللي هو المكان اللي عايشين فيه وساكنين فيه roots roots the roots of the plant help to get water from the soil into the plant يعني الروتس دي المسؤولة عن نيرتين المية من الارض الى النبات اللي هي الجزور fuel there are different kinds of fuel for example petrol عندنا البترول for example oil اللي هو زيت البترول كل دي انواع وقود مختلفة fuel اللي هو انواع الوقود بكده نكون قدمنا most important vocabulary اللي هي الكلمات الهمة في unit 15 وقدمناها عن طريق اللي هي سور and also sentences ننتقل لحاجة مهمة يمكن انا دايما بقولك عليها اللي هي اسمها language notes اللي هي بقدم فيها التعبيرات prepositions حروف جر اللي بتمنى ان الطالبة يستوعبوها كلها في ال units عشان تبقى عندهم حصيلة يستفيدوا بيها في اي حاجة او ممكن تيجي طبعا في اسئلة choose او ريبات نشوف مع بعض كده language notes عندنا come from come from you can say i come from good for when you say doing exercises is good for the brain good for the brain اللي هي مفيد ليه pass the test pass the test pass the test دي بيها بتسوي ايه هقولك برضو معلومة كده طبعا when you get when you pass the test لما تنجح في الامتحان ممكن نقولها باسلوب تاني اللي هي ايه succeed in the test or the exam يبقى ناخد بالنا لما حب اقول انا انجحت ممكن اي ام اقول i passed the test او i passed the exam or i succeeded in the exam يبقى pass the test او pass the exam بتساوي succeed in the test or succeed in the exam برضو عندنا get hotter when something becomes very hot we say it gets hotter يعني حاجة بتزيد حرارتها as well as you can say i play basketball i play basketball as well as i play يعني بالاضافة لذلك او الى جانب a piece of can you give me a piece of cake انا بحاول اقولك الكلمات او العبارات دي في جمل لما اقول لشخص كان يجيبني a piece of cake اللي هي قطع مين a piece of cake carry the soil اوي ودي ممكن يعني phrase كده عبارة جات في اليونت كانت بتتكلم على ان احيانا الويند او الرياح carry the soil اوي يعني ايه يعني بتحمل التربة بعيدا carry the soil اوي لما يكون فيه رياح شديدة ممكن تحمل التربة بعيدا عندنا برضو cut off when you cut off something means that you cut its roots يعني ما بقطع شيء من الجزور بتاعته cut off part of part of زي ما نقول له واحد مثلا this is part this is a part of my new story مثلا ده جزء من قصة الجديدة part of ناخد بلنا عندنا piece of اللي هي قطع من part of اللي هي جزء منه in this way لما اقول له واحد بهذه الطريقة in this way بدي different expressions استفيد بيها ممكن تجيلي في choose ممكن تجيلي في read and correct now let's move to another important thing in our unit which is grammar هننتقل دولة تتكلم على grammar وطبع احنا عارفين ان كل يونت بيبقى فيها موضوع grammar والوقت طبعا احنا يعني زي ما بنقول the exams are getting a nearer للي امتحانات اقتربت فلازم نبدأ نعمل revision مراجعة على الاجزاء اللي درسناها كلها نبدأنا من اول يونت 10 ودلوقتي احنا في يونت 15 واخدنا الريدر الشابتر اللي هو بتاع read headed لك القصة الجميلة بتاعت نشوف بقى مع بعض كده اللي موجود عندنا عندنا درس اللي هو درس جرامر مهم جدا اللي هو قاعدة F احنا عارفين ان F دي لها اكثر من استخدام الحالة اللي بندرسها في يونت 15 اسمها the first condition اللي هي القاعدة الشرطية الاولى او الحالة الشرطية الاولى ويمكن قبل كده درسنا zero conditional وانا حب نفكر الطلبة كده بيها اللي هي كان اسمها zero conditional zero conditional ايه بقى الزيرو conditional دي اللي هي F ممكن اجيب بعدها اللي هي present simple ممكن اجيب بعد F present simple تمام كده اجيب بعد F present simple والجملة التانية برضو تكون present simple يعني بيبقوا الجملتين present simple tense اللي هو المضارع طب امتى باستخدم قاعدة F لما جنب اتكلم على حاجات يعني facts حقائق او scientific facts حقائق علمية يعني مثلا زي ما نقولي if you hit ice if you hit ice it melts اكيد دي حاجة علمية وناخد بالنا من hit وناخد بالنا من melts فين بقى قاعدة F هنا احنا عندنا F هي اللي هي اداة الربط جي بعدها hit hit دفعلي في ال infinitive يبقى في الحالة دي من هو ايه مضارع بسيط وبعدين جاعدة ملتس في S يبقى ده برضو present simple فلما الفعالين في present simple يبقى كده احنا بنستخدم zero condition وبنستخدم القاعدة بالطريقة دي امتى when we are talking about science factors حقاعدة علمية or factors in general او حقاعدة بمعنى عام لكن القاعدة اللي عندنا بقى اللي هي في unit 15 دي بنقول عليها ازا first condition ايه بقى first condition دي بستخدمها when we are talking about probable things اما كون بتكلم عن حاجات محتملة او when you give a promise لما كون بتاعت وعد وعد when you are talking about hopes اما كون بتكلم على تمنيات او اماني نشوف بقى ازاي بنستخدمها كده ببدأ لو بدأت الجملة بif اجيب بعد ايه present simple برضو اللي هو المضارع ولكن second part اللي هو الجزء التاني من الجملة بيبقى future يبقى لازم نعرف كويس جدا ان لما استخدم قاعدة ايه الاولى اجيب بعدها present simple والجزء التاني future simple طب باستخدمها ليه اتكلم عن ايه ما فيه طالب بيقول طب القاعدة بتاعت ايه دي استخدمها انا بتكلم عن ايه او الفانكشن بتاعتها ايه ووظفتها ايه ده لما كن بتكلم على 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 أمنيات او حاجات محتملة الحدوث فور ايجامبل يمكن ان تقول او او ناخد بقى بالحاجات الاندرلاين دي او او بلاي ده ايه بريزن سيمبل عشان في الانفانتف اللي هو جي قبلو يو يبقى ده مصدر يبقى ده مدورة يو عندنا احنا عافلين الفيوتشار سيمبل بيكو من ويل بلاس انفانتف او وونت بلاس انفانتف دايما لما بستخدم المستقبل بستخدم ويل والانفانتف او وونت اللي هي النفي بتاعها والانفانتف معنى لو لقبت تنس طول اليوم هتبقى تعبان دي بنقول علي ايه بقى بروبابول كونديشن حاجة محتملة او 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 ناخد بالنا بالجملة دي كويس عشان نتعلم قعدة او او عن طريق جمل او 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 عشان قبلو ات يبقى ده بريزن سيمبل برضو او او ده اللي هو النجاتف فورم او او ده الشكل بتاع النافي لويل معنى الجملة دي واحد بقول لو الدنيا مطارب بكرة مش هخرج هو بيكلم هنا عن ايه عن بروبابول سينج بروبابول كونديشن حاجة محتملة قد ان المطر ما يسكوتش يبقى ممكن اقول او 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 سيمبل كده يبقى احنا قدمنا قاعدة ايه في الاولى اللي هي الاولى اللي هي الفيرس كونديشن بستخدمها ليه اتكلمة على هوبز او اماني يعني بسا ازاي ما قل له واحد ايه او 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 لما والدك يوعدك يقول لك يعني لما تنجح أو هجيب لك هدية دي بنستخدم إفلي هنا لإعطاء وعد وناخد بلنا ساكسيد ده مضارع بسيط وهنا ننتقل لحاجة تانية في يونت 15 اللي هي وعلى فجأة دي مهمة جدا جدا ليه ممكن أستخدمها عشان أجاوب سؤال كمبليت أو أستخدمها عشان أجاوب سؤال وإن شاء الله بقى بإذن الله لما نطلع تالتها دي بيبقى عندنا سؤال اللي هو سؤال المواقف بستخدم فيه العبارات المختلفة في المواقف المختلفة عندنا موضوع بتاع لانجودي فانكشنز في يونت 15 هو عن توكينج أباوت كوانتيتز توكينج أباوت كوانتيتز يعني إيه بقى التحدث عن الكميات أو عن المقدار توكينج أباوت يعني لما كو بتكلم على الأرقام عن مقدار بتاعش بتقول إيه ممكن أقول يعني أقول حوالي 6 مثلا ممكن أقول ممكن أقول أما أقول حوالي 2% من أو ممكن تتغير 20% زي ما أقول مثلا 20% of students got full marks in English لما قول حوالي 20% في المئة والطلاب جابوا الدرجة النائية 100% of the students مثلا are at school 30% of the girls in my class مثلا لما أكون بقول أرقام عايز أوضح مقدار بتاع الشيء معي برضو عندي ممكن أقول يعني أقول أكثر من النص أو أقل من النص يمكن أقول مثلا أقل من نص الطلاب ممكن أقول two-thirds of لما أتكلم على السلسي حاجة أقول تلتين two-thirds of the earth is مثلا water two-thirds of the earth is water the total number the total number لو ما أقول بقى العدد الكل أو الإجمالي the total number of the مثلا students like English يبقى دي كل لها اسمها التحدث عن الكميات يبقى about one six of about two percent of more or less than half two thirds of the total number of دي اللي بنقول عليها language functions يبقى كده عرفنا إزاي نتكلم على quantities اللي هي لإيه الكميات now let's move to another part of our episode today which is exercise إحنا درسنا دولة حاجات كتير عرفنا language functions عرفنا new vocabulary يعرفنا كلمات كتير عرفنا درس grammar اللي هو بتاع if اللي هي first condition وقمان قدمنا بعض expressions و prepositions عرفنا حروف جرع برات طب تعالك كنا نشوف بقى تدريبات على الحاجات دي choose the correct answer نشوف كنا تدريب نتدرب فيه على الكلمات اللي خدناها والعبارات لما يقولي carbon dioxide is a space that trees breathe in carbon dioxide is a space that trees breathe إحنا مفين breathe يعني يتنفس ولما بقاش فيها إيه في أخيرات اللي هو النفس أو التنفس طب يا ترى carbon dioxide ده إيه هالليكويد gas water metal طب احنا فيه متل اللي هو معدن water مية عندي جاز وعندي liquid هو يعتبر إيه carbon dioxide is a gas هو أحد أنواع الغازات number two if you space to Paris you will see the Eiffel Tower if you space to Paris you will see the Eiffel Tower ده حاجة محتملة طب عرف منين أنا عندي في السكند بارت من الجملة في will see يعني future يبقى طالما في future يبقى لازم أحط present طب أنا عندي gun طبعا ده past participle wind past simple اللي هو الماضي عندي go و goes هيدا بقى محتاجة إن نكون عارف قاعدة present simple وهنفكر كده طالبا present simple عشان يبقى عارفينه المفروض لو الجملة فيها i أو you أو we أو z دول بستخدم معاهم الايه infinitive اللي هو الايه المصدر يبقى طالما أنا هستخدم في الجملة i, you, we, z أو plural noun أجيب مثلا go اللي هو المصدر إمتى لما يكون عايز أستخدم present simple لما يكون بقى باتكلم عن habits حقائق عادات factors حقائق طيب ولو الجملة فيها he she it أو singular بقى السنجلر اللي هو المفرد زي أحمد مثلا بجيب بقى infinitive بس بضيف له s e s i s يعني مثلا زي بقول goes he goes she goes أحمد goes يبقى بحط بعد السبجكت ده الفعل في s وبرضو كل ده present simple وبرضو الجملة لو فيها i you we z يعيزن فيها في المدارة ربع بسيط بستخدم don't وال infinitive اللي هو المصدر don't وال infinitive وdoesn't بقى معه وشي يبقى if you go number three space you come if he invites you عندي if في الوسط وبعدها present simple يبقى بقول له يبقى will you come number four what space desertification خلقنا desertification اللي هو التصحر لما اقول sticks احنا فيه stick يعني يلسك revise يراجع result نتيجة لكن cause يعني يسبب لكني بقول ايه اللي بيسبب desertification one space of the students don't recycle paper one space دي اللي خدناها في language functions اللي هي quantities one sixes اللي هي لما اقول سوطس الطلاب ما بيعملوش اعادة تدوير للبيبر dear students today we have discussed unit 15 قدمنا نهاردة unit 15 عرفنا معلومات كتير في unit 15 dear students i enjoyed being with you till we meet again goodbye and good luck